أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغنام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع حضرتكم لايف يوم السبت وخاطرة يوم السبت والحكمة من حكم سيدنا تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين النهاردة حكمة سيدي ابن عطاء الله السكندري بتتكلم عن كيفية النظر اللي يخلي القلب يتملي بالأنوار ويحمي القلب من ظلمة النفس البني آدم هو ماشي في رحلة حياته حاجة من لتنين يا إما يشوف الأشياء فقلبه ينور يا إما يشوف الأشياء فقلبه يظلم والأشياء اللي هي النعم عطايا ربنا الأحداث الأشخاص أي أن كان أي حاجة عينك بتشوفها إما تشوفها فتشوف من وراها المبنى بتاعدي السماعة بتاعدي فبص على السماعة كده نفسي تشوف هي دي نوعها إيه وبكام ومستوية الاجتماعي لما الناس تشوفها في إيدي عاملة إزاي وهيقولوا عليها إيه ونلبسها كلها حاجات لي علاقة برغبات وشهوات النفس الروح والقلب بيشوفوا إيه بيشوفوا فضل ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا ريحني بدل ممسك التليفون في إيدي ساعة واتكلم ممكن أحط السماعة فربنا ريحني ودني القدرة إن أنا أعرف أجيب جهاز كده يخليني قادر أمارس وظيفتي ورسالتي في الحياة أو مصالحي فأشوف صفات ربنا سبحانه وتعالى وهي بتظهر في حياتي في الأشياء وشوف فضل ربنا علي لما الإنسان يشوف ربنا يشوف تجلي يعني ظهور تجلي صفات ربنا وتجلي كرم ربنا في الأشياء القلب ينور لما البني آدم بيشوف الأشياء بس القلب بيضلم ليه لأنه لما بتشوف الأشياء بس حاجة من الاتنين إما أن الشيء ده يبقى حاجة كبيرة قوي فأحس بإعجاب بنفسي إن أنا عندي حاجة كبيرة ممكن ما تبقاش عندي ناس كتير فابدأ أعجب بنفسي والعجب آخره الكبر واللي عنده مثقال ذرة من كبر في قلبه ما بيخشش الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقاله ذرة من كبر زي ما سيدنا النبي العيسة والسلام كما في صحيح مسلم أو لما الحاجة تبقى بسيطة وبلغة الدنيا أتكسف لما أشوفها وأبقى عايز أخبيها عشان محدش ياخد بالوني عندي حاجة بسيطة ولا رخيصة كده أصاب بالشيء من الضيق والضيق يعمل سخط على أقدار الله فلما أبص في الحاجة بس فنفسي اللي تشوف مش قلبي نفسي اللي فيها الغرائز وحب الاقتناء والتملك لو كانت عظيمة ممكن أصاب بالكبر ولو كانت بسيطة أو حقيرة في عين الناس ممكن أصاب بالسخط وكل دي ضلمة لكن لما قلبي اللي يشوف مش نفسي فقلبي يشوف فضل ربنا وكرم ربنا علي في الأشياء فالقلبي ينور ومن هنا بيجي ارتقاء الإنسان من رؤيته لكل الأحداث والأشياء والأشخاص إما يرى صفات الله فيرى الله في كل شيء وإما يرى الأشياء نفسها فإما يبقى متكبر أو صخت تيجي نقرأ مع بعض حكمة ابن عطاء الله ولما نقرأ حكمة هتفهم لأنا كنت بقولك عليه قال الإمام الكبير تاج الدين أحمد ابن عطاء الله السكندرية رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال النور جند القلب كما أن الظلم جند النفس فإذا أراد الله أن ينصر عبدا أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار أو مدد الظلم والأغيار تاني الحكمة صعبة وشحها يسهلها إن شاء الله النور جند القلب يعني إن نور المعاني اللي في الأشياء أثر صفات ربنا اللي شفته في النعمة وهو بيكرمك وبيسهلها عليك وبيصلك حياتك ده اسم النور المعنى اللي في الشيء النور جند القلب يعني دي الحاجة اللي بتنصر القلب الجند بينصر في المعركة فده اللي بينصر القلب ويرقيه ويحميه والظلمة الظلمة الشيء نفسه ده شيء مضلم لو ما شفتش ربنا وما شفتش كرم ربنا ده يبقى مضلم يا يصدني بالكبر لو كان غالي يا يصدني بالضيق والصخط لو كنت مكسوف منه لأنه رخيص أما النور آه شفت كرم ربنا ساعتها أنور فبيقولك النور جند القلب كما أن الظلم جند النفس فإذا أراد الله أن ينصر عبدا أمده بجنود الأنوار بقيت شوف التليفون اللي أنا بتكلم فيه ده وإن حضراتكم متكرمين علي وبتسمعوني فحس إن أنا يعني إيه بعمل حاجة لها إيما وقول يا رب اللهم لك الحمد إنك سمحت لي أعمل حاجة لها إيما بدل ما شوف التليفون وشوف الفولوورز وشوف نوع التليفون وشوف الناس اللي بتشكر فيها فيجي لي عجب بنفسي وحس إن أنا متميز فبدأ أتعامل مع الناس بكبر لأن أنا مختلف شايف الظلمة دي كلها لأني لم أرى الله فالنور جند القلب والظلمة جند النفس فإذا أراد الله أن ينصر عبدا أمده بجنود الأنوار خلك لما تشوف تشوف ربنا الأول وكرم ربنا وساتر ربنا ومدد ربنا وقاطع عنه لو ربنا عايز ينجيك وقاطع عنه مدد الظلم والأغيار بدل ما كل ما شوف النعمة أتكبر فبقى مش شايف ربنا خالص لأ ده كده ظلم الأغيار يعني أي حاجة غير ربنا خدناها قبل كده لما شوف الحاجة لو شفت غير ربنا يبقى أنا كده عايش مع الأغيار الصلحة كم دي بتنقلنا خطوة خطوة فخليك معها حكي لك قصة لما سيدنا النبي عايزة والسلام كان في يوم اللي نجعان وبعدين راح الصبح كده كان وقت الظهر ما كانش طبيعي حد يمشي في الشارع في الظهر فلأ سيدنا أبو بكر قال له انت إيه لم خرجك في الساعة دي يا أبو بكر قال له أنا نجعان قال له أنا كمان خرج عشان نجعان لأ سيدنا أبو بكر قال له أنا كنت خرج شانسأل عليك يا سيدنا النبي اللي قال له أنا جعان سيدنا عمر قال له أنت خرج لي يا عمر قال له أنا جعان قال له أنا كمان جعان تعالوا وأبو بكر كان بيدور علي تعالوا يا جماعة نروح لأبو الهيثم ابن التيهان راحوا لأبو الهيثم ابن التيهان واحد من الأنصار خبطوا على الباب مراته فتحت ده مش موجود بيعمل ايه بيجيب لنا مية من البير يستعذي بولان المال طيب هنستنى في الجنينة في البستان بتاعه قاعدوا تحت ضل شجرة كده فقامت مرات سيدنا أبو الهيثم ابن التيهان جابت شوية مية بيبقوا متسقعين فين المية ما عندهمش تلاجات زمان شوية ضلة كده يعملوا زي شمسية يحطوا تحتها المية فتبقى بدرجة حرارة الضلة وجابت شوية طمر واعدوا في الضلة كده يستنوا أبو الهيثم فهو النبي بيأكل معهم عليه السلام الطمر قال لهم شايفين الطمر ده والمية دي والله هذا هو النعيم الذي ستسألون عنه ظل وماء بارد وطمر ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم كانوا بيقول لهم يا أبو بكر وعمر شايفين النعيم ده هتو من حلال شان لما تسألوا عنه يبقى في جواب يا رب جبنا من حلال يا رب ولو تسألنا عنه ويطلع من حرام تبقى مشكلة فسيدنا النبي بيوريهم في المية والطمر كرم ربنا وعطاء ربنا وعطفة ربنا سبحانه وتعالى مرة واحد جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أنا جعان وعايز صدقة النبي دور في بيته ملاجغ البلحة فجد الراجل البلحة كان أكل النبي كله طلع للغلبة والفقراء واللقطة دي اللحظة دي مفيش غير البلحة في بيت النبي قال له تفضل فراجل بص للبلحة كده وقال نبي يعطي طمرة بنا جاي أقولك أنا جعان وانت نبي تديني بلحة فهو هنا مش شايف النبي ولا شايف ربنا هو شايف الظلم شايف غير ربنا بلحة فالنبي قال له أما علمت أن في التمرة مثاقيل ذر كثيرة مش إحنا بنخش الجنة فمن يعمل نثقال ذرات خيرا يرى ده التمرة دي فيها كم ذرة أما علمت أن في التمرة مثاقيل ذر كثيرة والراجل اللي بي بص للتمرة كده أنا كنت فكرك وانت نبي هتدي حاجة جال واحد تاني قال له يا رسول الله أنا محتاج آكل فالنبي دورنا لأشغل التمرة لتفضل فالرجل بص كده ما صدقش نفسه قال تمرة من يد نبي يا أولاد هو ده بجد هو أنا مسك تمرة كان النبي مسكها بيده والله لا تزال معي أرجو بركتها والله ما نوكلها تفضل في جيبي وربنا هيكررني عشان ماشي في جيبي ازاي أكل طمرة النبي كان مسكها بيده والله ما نوكلها وفضلك الصحابة يقولوا كده قالوا فلا زالت معه حتى أغناه الله فده شاف إنها بلحة واحدة فقال للنبي إيه ده في نبي يدي بلحة ده هنا النفس ضلمت والتاني شاف إن الطمرة من إيد النبي آه يا ما انتا كريم يا رب بقى النبي يديني طمرة هنا الروح نورته القلب لأنه رأى الله رأى النور فالنور هو المعاني اللي بتعرفك على ربنا والضلمة هي الشيء نفسه لما ما تشوفش فيه معاني عشان كده لما تشوف حد بيشكرك على حاجة ابقى شوف ربنا الطبطبة الحقيقية جاية من ربنا عن طريق واحد بيطبطب عليك ولما تاكل لقمة الصبح ابقى قول بسم الله الأول عشان تفتكر إن دي عطاء ربنا ولما تخلص قول الحمد لله ليه عشان اللقمة دي تبقى مطرح ما يسريه دي كل ما تنزل كده تهتادي وقلبك ينور ليه أناك شايف ربنا عشان كده فيه أذكار اسمها أذكار الحال بنقول بسم الله قبل كل حاجة والحمد لله بعد كل حاجة فالحاجة دي بتاعت ربنا فلا نرى إلا عطاء ربنا فما فيش إنسان يشوف نفسه طالع من الجامع كده فيبقى متكبر على الناس ليه داني شايف فطل ربنا وهداية وساطة ربنا كنت ممكن دلوقتي أبقى مش مؤمن بوجود ربنا أصلا لكن الله هداني وخد بإيدي وأنا مليش يعني ييد في حاجة هو اللي بيعمل كل خير ربنا سبحانه وتعالى فيطلع قلبه منور مش نفسيتم ضلمة لأنه شاف نفسه في العبادة وراء الله فبيقوله إيه بقى تاني النور جند القلب لما تشوف المعاني من وراء الأحداث والأشخاص اللي توصلك وتفاهمك وتعرفك على ربنا يبقى أنت في حاجة حامت قلبك من الظلمة النور جند القلب بيحمي القلب من أنه يفسد كما أن الظلمة يعني عدم رؤية ربنا جند النفس فإذا أراد الله أن ينصر عبدا أمده بجنود الأنوار خليك تشوف ربنا في كل حاجة وقطع عنه مدد الظلم والأغيار خليك مش تشوف الأشياء تشوف المعاني والكرم اللي وراء الأشياء يلا نرد على الأسئلة بسم الله مشكلتي في الحياة هي نظرتي السوداوية المتشائمة لأبعد حد في المستقبل مشكلة بتعذبني كل يوم ومش قادر أتخلص منها النظرة السوداوية للأشياء أو للمستقبل ليها علاقة بأن إحنا محتاجين نكمل رحلة التعرف على الله أنا لما أتعرف على حد طيب وإحنين وأمين وكريم بشعر معاه بالأمان فلما يقول لي استنى الغدى بيجهز هبقى متطم الغدى بيجهز استنى الأكل على النار يبقى الأكل على النار هنأكل إن شاء الله وكل ما الأكل يتأخر يبقى الوجبة بتطهي وتتحضر أحلى لكن لو أنا مش مستق من الشخص لأني ما عرفهوش استنى الأكل هيجى الله أعلم بقى الأكل هيجى ولا بقى أنا ما عرفكش أصلا عشان عرف أنت بتوعدني ويتخلف ده مع البشر ولله المثل الأعلى كلما مشينا في رحلة التعرف على ربنا كلما أدركنا إن ربنا مش محتاج حد يوصي علينا ولا يستسمح وياخد باله مننا طبعا ما فيش كلمة ياخد باله مع ربنا اسمها يدبر أمرنا ياخد باله دي بنا وبنبعض بس بشرح لك ببساطة فإحنا مش محتاجين نتوسل لربنا أن يعتني بنا هو كده كده هيعتني بنا وبالتالي النظرة السودوية للمستقبل بتبقى بسبب فقدان الأمل في إيه؟ لو البشر هم اللي بيدهم مقاليد السماوات والأرض لو البشر هم اللي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لو البشر هم اللي على كل شيء قدير خلاص ما البشر فيهم الحلو فيهم الوحش الله أعلم نصيبة يبقى عامل إيه؟ لكن لو دي صفات ربنا أن بيده الخير وأن بيده مقاليد يعني مفاتيح السماوات والأرض وأنه هو اللي على كل شيء قدير ويفعل ما يريد خلاص يا عم طمنتني والله أن الموضوع بيد ربنا فوصيتي لحضرتك تتعرفي على الله بقراءة أسماء الله الحسنة للدكتور محمد بكر اسماعيل أو سمعها لشرحنا من علمائنا سواء الشيخ حمد عضل منقوش أو دكتور يوسري جبر أو دكتور علي جمع برضو شرح أسماء الله الحسنة حلو جدا الشيخ محمد راتب النبولسي يعني اسمع أسماء الله الحسنة هتتعرف على صفات ربنا فتطمن لربنا حديث علموهم الصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم وهم أبناء عشر إزاي في ضرب؟ حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر مروف أكتر من كتاب من كتب الحديث الترمذي وأبي داود والإمام البيهقي أعتقد رواه والعلماء اللي بيقولوا إحنا مش هنضرب ولدنا بيضعفوا الحديث ده بيضعفوا من جهة السند ومن جهة المتن السند عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله عليه السلام إزاي وصل لنا الحديث المتن هو النص بتاع الكلام نفسه فلما قلت مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعني بنية الإسلام على خمس يبقى بنية الإسلام على الخمس ده النص المتن وعن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله ده اسمه السند السند والمتن بتاع الحديث ده عند كثير من العلماء فيهم إشكالية طبعا هو الحديث بر الصحيحين بر البخاري ومسلم وروا الترميذي وأبو داود والترميذي ترميذي البخاري فالعلماء يقولوا طب هو ليه البخاري سابه لأن البخاري فيه الصحيح بس أما سنن الترميذي وغيره من الكتب فيه الصحيح والضعيف وبالتالي قالوا لأ بدأ من البخاري ومسلم سابه يبقى فيه حاجة فلما بصوا لقوا أن السند فيه بعض الانقطاعات وبعض الروال اللي مش معروفين فبعضهم كثير من علماء الحديث ضعع في الحديث ده وبعضهم اتكلم عن المتن وقال هو إزاي فيه حد يضرب حد عشان عبادة قالوا طب أنا أعلم ابني الصلاة لسبع تمام التعليم ده وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين طب أضرب ليه أنا لو ابني مش بالغ يبقى ما ينفعش يضرب لأنه لا يضرب إنسان لا يحاسبه الله هو مش مكلف أصلا طب لو أنا ابني بالغ هل ينفع أضرب إنسان عشان ترك الصلاة طب لو ابني ده عنده عشر سنين أضربه طب لو ابني ده عنده تلاتين سنة وما بيصليش أضربه طب ما الفارق ما بينه واحد عنده عشر بالغ فصار مكلفا مكلفا يعني مسلم بالغ عاقل يحاسب لي شأنه مع الله حسابه على الله وما بيني يبقى عنده تلاتين سنة وبالتالي العلماء اللي بيقولوا لا ما نضربش بيضاعفه الحديث ده من جهة السند ومن جهة المتن وأنا طبعا يعني مع العلماء اللي بيقولوا لا ما نضربش عيالنا إنما إحنا بنزعل من عيالنا زعلة بجد زي لما بزعل منه لما بيروحش المدرسة ويروح علي نومة ولا ما يروحش التمرين ويبقى مكسل ولا يقل أدبه على جرانة ولا ما بزعل منه وممكن يبقى في زعلة جمدة كمان فأنا أزعل من ابني لو ما صلاش حضرتك كنت موجود في أحد البرامج وقلت إنك بتحب تسمع الترانيم ممكن حضرتك توضح لنا تقصد إيه بالترانيم أنا بحترمك وبثق فيك بس استغربت معافش السائل ولد ولا بنت طبعا من حقك أو من حقك تستغرب لأنه هو الكلام يبدو أنه هو غريب والمرأة عدوه ما يجهل يعني لما حد يطلع علينا بكلام غريب الإنسان بيشعر بعداوة تجاه الكلام لنبش عداوة استغراب بس استغراب على ضيق فبشكر صاحب أو صاحبة السؤال إنه هو بعد يسألني أنا بدل ما ينشغل بالكلام عني والافتراضات بعد يسألني فشكرك على أدبك والذوق الرفيعة اللي أنت فيه وهقولك الموضوع عامل إزاي إحنا عندنا بعض إخواتنا المسيحيين بيقلفوا بعض الأغاني إحنا في دينة لما بنقلف أغاني فيها متح للنبي عليه السلام أو متح ربنا بنسميها أناشيد إخواتنا المسيحيين لما بيقلفوا بعض الأغاني اللي فيها كلام عن ربنا بيسموها التارانيم فهي أغاني بس أغاني دينية فبعض أصدقانا كان مألف أغنية دينية بتتكلم عن سند ربنا للعبد وعاون ربنا للعبد وكرم ربنا مع العبد وإن ربنا ما بيسيبش العباد فلما سمعت الأغنية دي يعني صادفت أني سمعت الأغنية دي في تلفزيون مرة من التلفزيونات وكنت برة مصر ويعني الأغنية دي تمت إذاعتها وعادة البني آدم لما بيسمع أي حاجة عن ذكر الله الطبيعي أنه يتشد كده هو إيه الكلام ده فوافق الكلام بتاع الأغنية دي وافق عقيدتنا يعني ما فيهوش كلام فيه شيء نختلف فيه مع أخوتنا المسيحيين في العقيدة طب وانا لما أسمع كلام زي ده يجوز ولا ما يجوز شيء وهنا مهم جدا نرجع لسنة النبي عليه السلام احنا اللي بيقولنا صح وغلط القرآن والسنة بفهم علماء الأمة سيدنا النبي كمفسح مسلم من حديث сيدنا عمر بن الشريد إن أبوه أبو عمر بن الشريد ده مرة كان راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام على البغلة بتاعت سيدنا النبي عليه السلام فالنبي قال له هل معك من شعر أميه بن أبي الصلط شيئا أميه بن أبي الصلط ده شاعر كافر وشاف النبي وما أمنش بالنبي يعني مش مثلا كان في الجاهلية ده في الجاهلية وشاف النبي وما أمنش بالنبي بس كان بيقول كلام حلو قوي شعره كان فيه كلام جميل فكلام عن أن فيه رب واحد للكون آه بس استنى ده أنت شفت النبي أنت لازم تؤمن بالرب الواحد للكون وسيدنا محمد لو ما أمنتش وسيدنا محمد ده أنت عشت مع النبي لإله الله محمد رسول الله فما أمنش بالنبي رفض الإيمان بالنبي فسيدنا النبي بيقول سيدنا أبو عمر بن الشريط هل معك من شعر أميه بن أبي الصلط شيئا قلت نعم رسول الله قال أنشدني أولي فأنشدته بيتا قال هيه يعني كمان زدني فأنشدته بيتا قال هيه قال حتى أنشدته مئة بيت فقال صلى الله عليه وسلم إن كاد أميه أن يسلم فالنبي بيسمع شعر لواحد كفر بالنبي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الكلام متسق معانا حتى إيه ده ده قرب يسلم من الكلام إن كاد أميه أن يسلم وإحنا عندنا لما بنسمع حاجة بتذكرنا بربنا سبحانه وتعالى ولا تختلف مع عقدتنا ما عندناش حاجة في دننا بتحرم ده بل أقولك على حاجة غريبة جدا وإنت ممكن تبقى قارتها بس مش عارف ده إيه العرب ومنهم علماء المسلمين عندهم طريقة أنه ممكن يكون بيتكلم عن ربنا ويقوم شادد بتشعر حب في الكلام عن ربنا بتشعر غنى يعني مثلا ابن القيم كان بيتكلم عن التدبر في آيات الله وبعدين هو بيتكلم أن الإنسان لما بيتدبر في آيات ده طبعا الكلام ده في كتاب اسمه طريق الهجرتين كتاب حلو قوي فبيتكلم ابن القيم عن إزاي لما تتدبر في آيات الله أنت هترتقي وهتقرى القرآن بعد كتاب واحد تاني كأنك ما أردوش قبل كده وقام آيل إيه قال فلما بعد ما قال لما تقرى القرآن بتدبر كأنك واحد تاني قال وكنت أرى أن قد تناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها مطلبه فلما رأيتها وعاينت حسنها تيقنت أني كنت ألعبه بتعمل إيه يا سيدنا ابن القيم ده بيت شعر حب واحد بيقول له كنت فاكر أني بحبه واحدة وبعدين كنت فاكر أني ما فيش بعد الحب ده بقى مستوى تاني لما شفتها قلت إيه ده أنا كنت بلعب يا جماعة ده أنت لما تشوفها تعرف أني لسه في حب كتير قوي بتعمل إيه يا ابن القيم شد بيت شعر حب حطه في الكلام عن القرآن وعن ربنا ده اسمه إيه؟ ده معروف جدا عند العرب ومعروف عند العلماء وكتب ابن القيم يمكن طبعا في علماء كتير جدا للإمام الشعراني وكثير من العلماء وطبعا ابن عطاء الله السكنداري وكثير من العلماء اللي بيتكلموا في علوم القلوب عندهم ده خلاصة المسألة خلاصة المسألة استغرابك طبيعي وأنا برضو كنت يعني محتركوا تشرح الموضوع مش أقوله كده وبرضو هي اتخذت حتى لقطة كده من البرنامج يعني بس برضو كلمفوض أشرحه فأنت عندك حق لما تستغر وبالتالي معنى كلمة ترانيم هي أناشيد بس اللي مألفها أخوتنا المسيحيين تقولي انت ليه بتقول أخوتنا بشي احنا مختلفين معاهم في العقيدة آه بثم أخوتنا لأن احنا دينا بيقول ان احنا نقول عليهم أخوتنا لأن احنا عندنا آيات وأحاديث بتقول كده وإلى عاد أخاهم هودة فهو ربنا سمى النبي أخوهم وهم ما كانوش معترفين بربنا أصلا وإلى ثمودة أخاهم صالحة فنبي راح لناس مش معترفين بالله أصلا وسمى أخوه ليه اسمى أخوة الإنسانية حتى لو اختلفنا في العقيدة والسيدنا الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم وهو بيشرح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال أخوه لآدم يعني أخوه دم مش أخوه مسلم بس أنا أحب لأخوه في الإنسانية ما لم يرفع علي السلاح ويحاربني في وطني ويحاربني في عقيدتي قال لا دي حاجة لكن لو حبيبي وصحبي وجاري وعايشين في سلام مع بعضي بأخوه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فدي كانت قصة الموضوع إن أنا اسمعت حاجة فعجبتني فقلت لي عجبتني لاتفاقها مع عقدتنا الله أعلم الله آه يا قلبي حضرتك قلت إني أقول مشاعري الأهلي اللي بيهنوني وإنا لما قلت البابا إن أنا موجوعة منك من طريقة معاملتك يا بابا يعني قال لي أنا كده وإنت تحت رجل يدوس على رقابتك هو مستضعفني عشان أنا بنت ما أنا لو كنت ولد كنت سبت البيت مع العلم إن بقى لي خمستاشر سنة ضربه وذله ومش نستحمله ما عرفش أنت عندك كم سنة قد بنتي وابني ولا أنت أكبر شوية فيا أختي ويا بنتي صبرا فإن موعدك الجنة صبرا زي ما سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر بن ياسر وأبوه أمه لما كانوا بيتعذبوا قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة حضرتك في أعلى أحسابك كذلك ولا أزكيكي على الله في أعلى مراتب الحب والقرب والولاية مع الله لصبرك على هذا الأب زي ما في السؤال كده القاسي جدا ربنا يهديه ويصلح حاله وينور قلبه بالرحمة ومسؤوليته تجاهك ومسؤوليته تجاه رحمتك وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا لو سمحت ما ترديش لو سمحت ما تسبيش البيت لو سمحت أصبري إدعي في كل سجنة من ربنا يهديه تجنبي على قد ما تقدري الخلاف والنقاش معاه على قد ما تقدري حاولني تركزي في دراستك عشان إن شاء الله تخلصي وتشتغي وتعتمدي على نفسك وانت في بيت أبوك في بيت أبوك لغة وتدعي بالستر إن ربنا يسطرك وتتجوزي إن شاء الله بإذن الله وتبدأي مرحلة تانية من حياتك إن شاء الله فيها ستر من ربنا عليك ربنا يهدي أبوك أرجوك جميعا نقولوا اللهم أمين ربنا يهدي أبوك ويصلح حاله إزاي أحصل على توفيق ربنا في حياتي طبعا إحنا بناخد بالأسباب بنحاول نعمل اللي علينا توفيق ربنا سبحانه وتعالى بينزل على أربع حاجات على نية صالحة وعمل صالح واستعانة بالله واكتهاد وأخذ بالأسباب نية صالحة أنا مش نيتي إن أنا أشتغل عشان أجيب فلوس أشرب بها خمرة أنا عايز أشتغل عشان أجيب فلوس أصرف بها على نفسي وعلى الناس اللي أنا مسؤول عنهم مش نية ويعمل حاجة غلط إن شاء الله يا رب فالنية الصالحة العمل الصالح والعمل اللي هعمله نفسي ربنا يوفقني فيه مش نفسي ربنا يوفق إن أنا أخذ بطار ابن عمي وقتل مش عارف مين عشان أخذ بطار ده ما هذا عمل مش صالح إزاي أطلب من ربنا التوفيق نفسي ربنا يوفقني إن أنا أعرف أسرق واحد واتحك عليه والبيعة تتم ويلبس البضاعة لا هذا عمل غير صالح بنية صالحة عمل صالح استعانة بالله بدأي كتير وبطلب من ربنا التوفيق والتيسير وأكثر من الصلاة عن النبي إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ثم باخد بأسباب الإجتهاد وما بسيبش باب لما خبط عليه وبذكر كل كلمة في الكتاب وبخبط على كل بشعر في برمي السي بي بتاعي في كل شركة بجيب آخر السعي نية وعمل صالح ودعاء وسعي ومن هنا إن شاء الله ينزل التوفيق فوق ما تتصوري كيف يتخلص الإنسان من الشعور بالذنب تجاه أمر معين وهذا الأمر هدمت في حياتي آه ممكن الإنسان يعمل مصيبة كبيرة يهدم حياته بس مدام حضرتك لسه عايشة يبقى اتهدم الماضي بتاع حياتك مش حياتك كلمة حياتي اتهنبت مش دقيقة الماضي السنين اللي فاتت يعني مثلا وحدة خانت جزها فطلقها مصيبة سودة ومشكلة كبيرة وذنب كبير لكن مدام لسه أنفاسك فيك يبقى إن شاء الله اللي جاي خير وقدر الله ما أشاء أفعل آه غلطة كت كبيرة وخيانة فيها أذى للمخلوق ومعصية للخالق المخلوق خسرتي أنا طبعا بفترض تستمش بكلم صاحبة السؤال بضرب مثال المخلوق خسرتي فكان جزاء الخيانة خسارة إنسان سوي أما الخالق فيسامح بالتوبة بل يبدل السيئات حسنات وتبديل السيئات حسنات نزل في أهل الكبائر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبقى مدام لسه أنفاسك فيك يبقى الحمد لله هنتوب إلى الله وهنعتذر للشخص اللي ممكن نكون هدمنا الحياة لو أصلا الموضوع كده زي واحد سرق من شغله فترفت بفضيحة خلاص خلص الموضوع مدام لسه عايشين يبقى ربنا كاتب لنا حسن الخاتمة إن شاء الله فنبدأ من جديد وقدر الله وما شاء أفعل واللي جاي أحسن إن شاء الله إزاي نعرف الورد المناسب لنا الورد يعني الذكر المكرر يسمى ورد ورد يعني شيء مكرر سواء ورد القرآن أو ورد الأذكار حسب المدرسة اللي انت بتتبعها ففي بعض المشايخ تديك مثلا أوراد لها علاقة بأشهر أوراد النبي عايزة والسلام زي مثلا النبي وصب لا إله إلا الله عايزة والسلام وصب صلع النبي وصب الاستغفار وصب سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وصب لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا ولون ملك ولا الحمده وعلى كل شيء قدير فتعد تشغل يومك بمية مية مية من كل دول فتتفاجئ إن تقريبا دول حوالي ألف عشر أوراد أو أذكار بعض الناس شيخوا يقول لا ما تقولش كده ويقول بس لا إله إلا الله والسلام على النبي والاستغفار البعض يقول لا هتخلص دول وهتبدأ أسماء الله الحسنة مثلا نقول يا لطيف مثلا كذا فلو عندك شيخ يدلك على الله ويديك أوراد خد منه الورد لأن أوراد المشايخ جاية من مصدرين شرعيين سنيين مصدر الأولاني أوراد النبي عاسته والسلام المصدر التاني اسمه تجريبات الصالحين تجريبات الصالحين دي يا جماعة بس عشان إحنا في ناس ممكن سعب بتبقى صوتها عالي في الاعتراض بس هما مش متفقين مع سنة العلماء وسنة النبي عليه السلام تجريبات الصالحين دي موجودة في كتب العلماء من أول ما بدأت تتألف الكتب والعلماء بيقولوا أدعية والصحابة عندهم أدعية والصحابة عندهم أذكار فده موجود من زمان فلما العلماء جربوا بعض الأذكار والأوراد لقوا لها تأثير فوصوا بها أولادهم متلمذ فإما الأوراد اللي النبي قالها وإما تجريبات الصالحين لو عندك شيخ خليك اسمع يقولك إيه وغالبا العلماء بيمزجوا ما بين أوراد النبي عليه السلام وتجريبات الصالحين ما عندك شيخ دور على أوراد النبي وامشي وراء النبي توصل إن شاء الله على طول هل الإنسان سيحاسب على ذنوب الآخرين يعني مثلا لو متصورة مع صحبتي وهي مش محجبة بس لبسها مش متبرج أو أوفر هل هتحاسب أنا كمان لا إن شاء الله يعني إحنا لا نتقلع ربنا يحاسب مين ومش يحاسب مين إذنبه في الفقه في الشرع الجواب لا ليه لأن حضرتك لما تصورتي مع صحبتك أنت ما ساعدتيهاش على التبرج يعني التبرج البرج يعني حاجة الظهرة والبنت لما تكون مش محجبة نعرف نهاية كلمة سعبة تستفزة بنات بس بشرح معناها إيه لما بنت ما تكونش محجبة فشعرها ظاهر أو جسمها ظاهر الظهور ده اسمه التبرج جاي من البرج اللي ظاهر كده فلما حضرتك تصورتي مع صحبتك أنت ما ساعدتيهاش أنها تبقى لبسها مش مش كويس وبالتالي لا يؤخذ أحد بذنب أحد فأنتي تقولي طب ما أنا لو ما تصورتش الصورة مش هتتاخد ده بيسموه التكلف يعني إيه تكلف يعني بتلزمي نفسك بحاجة الشرع ما ألزمكيش بيها وبعدين يا جماعة إحنا في حاجة مهمة أوشي النهاردة إحنا لو في بنت خدت خطوة الحجاب الحجاب فريضة بلا خلاف عند العلماء فهي خدت خطوة الحجاب لو في بنت ما خدتش خطوة الحجاب هي مقصرة فرض من فروض ربنا بس كده يعني إيه بس كده يعني إحنا ما بنحكمش على بعض بتقصرنا وقربنا من ربنا ما هو البنت اللي تحجبت ربنا يتقبل منها عملت فرض عندها تقصيرات في حاجات تانية كله بني قادم خطاء وأنا قابلكم مقصر في حاجة كتير كله بني قادم خطاء ولا أنا مش نبي طب والبنت اللي ما تحجبتش مقصرة في الحجاب وأشياء تانية فهل البنت اللي مش محجبة لو عارفة أن صاحبتها بتجذب تلقى مش هتصور معاكي طب ما هو الكذب من الكبار والغيبة من الكبار وعدم بر الولدين من الكبار تلقى مش هتصور معاكي أو مش هتعامل معاكي كويس شأن أنت مش هتلقى فإحنا بنحترم بعض ممكن واحد تقول لا أنا ما حبش أظهر في صورة فيها عورية وعندنا العري ده ممكن يبقى شيء مزعج بالنسبة لنا فما نحبش نتصور صورة زي دي سنتي السؤال بتاعها هي مش محجبة لكن لبسها مش أوفر ومش متبرجة بالزيادة فبداش نفرق في المجتمع احنا كلنا صحاب كلنا أخوات كلنا قرايب كلنا جرام فالطبيعي اللي سبقت في خطوة الحجاب هي متأخرة في حاجة واللي ما تحجبتش سبق في خطوة تانية فكلنا جنب بعض والفرقة دي ده مش معناه أن الحجاب مش فرض الحجاب فرض لكن في الآخر احنا مش بنتعامل مع بعض بالطريقة دي اللي تعلمنا مما شيخنا والله وعلا لو أمي بتهددني بعدم رضاها علي علشان أرجع في قرارات عايز أخدها في حياتي قرارات مش حرام ولا غلط هل لو بالفعل أخدتها ربنا مش هيبارك فيها بسبب عدم رضاها لا شك أن أنا محتاج أسمع من حضرتك هي إيه الحاجة اللي أمك مش موافقة عليها لأن أنا أشجعك لكن في وقت نفس الوقت أشجع أمك ما تتدخلش تدخل زائد في مصيرك ومستقبلك يعني الأم اللي بتفرض ضق على بنتها أنها تخش كلية معينة عشان أحلام أمها أو رؤية أمها إن اجتماعيا ده أحسن ده تدخل فيما ليس من واجبات الأهل يتدخلوا فيه أنا ممكن أبقى مستشار لابني أو بنتي أقولوا يا ابني ده أحسن أم من خبرتي والمستقبل ونقرأ مع بعض ونشوف اللي جاي إيه وإيه اللي في المستقبل هيبقى وظائف كويسة وإيه الوظائف المهددة في المستقبل ونختار حسب مجموعة لكن أفرض عليه لأن أنا أنا مين أنا مش بكل شيء عليه ولا بكل شيء محيط ده الله فده أبقى مستشار لي لكن في نفس الوقت ساعات الأهل بيبقى ليهم موجة نظر في حاجات الولاد المفروض يستمعوا خبرة الأهل فأنا عشان الموضوع مش عارفه مش قادر أمسك قوي وأقول لك لا على فكرة مش لازم تسمع كلام أمك وأنت مش قاسمة وفي نفس الوقت بيقول لك لا مش عايزة بقى مثالي لا أسمع كلام أمك وأهم حاجة الأم أيوة هي أهم حاجة الأم بالسلام مش عارف يبتوفرد عليك فديت حضرتك طريقة التفكير وحطي بقى الكلام ده على قصتك وعملي الأنسب بالنسبة لك الله نفس السؤال ممكن تعلمنا إزاي نتعامل مع البنات اللي مش محجبات في العيلة أو الأصدقاء هل نكلمهم وكأن الموضوع عادي ولا ننبذهم ونحسسهم بخطأهم خاصة أنهم لا يقبلون النصيح السؤال ده السؤال ده نصه متواضع ونصه في أعلى درجات الاستعلاء والكبر وطالع من إنسان أو إنسانة صادقة جدا أنا بتكلم على السؤال صاحب أو صاحبة السؤال متواضع طالب للعلم باحث عن الحق في أعلى الدرجات في قلبي السؤال نفسه في حتة متواضعة وحتة فيها قمة الاستعلاء والكبر البنت اللي مش محجبة لسه كنت بحكي معاكم من شوي هي بنت مقصرة فرض مع الله هي مش مفسدة في الأرض ولا رفع السلاح علينا وعايزة موتنا ولا بتشتم فينا وبتشتم في دننا ومقدساتنا هي بنت زينا ما احنا مقصرين في فرائد أنا مقصر هو احنا هنجذب وانا همثل يا جماعة كله بني آدم خطاء أنا بني آدم فأنا خطاء وخير الخطائين هو لسه خطاء التوابون لما يغلط يتوب فأنا مقصر في فرائد في حياتي ما هو البني آدم في بعض الأوقات لما بيأثر في صلة الرحم ويأثر في بر الوالدين ويأثر ويغداب ويأثر ويأثر ويتدعي يدعي انه حاسس بحاجة ومش حاسس بيها يدعي انه فاهم حاجة ومش فاهمها يدعي انه عارف هو مش عارف ما هو للدعاء ما دي كل يذنوب فأنا عايز لما بقى أنا مذني بالذنوب دي عايز ناس تتعلم معا زي هل الناس تنبذني وتبعد عني عشان أنا عندي الظنوب دي ولا الناس تقبلني وتبقى جنبي ونبقى حبايب ولما بقى جنبك هتعلم منك الحاجة الحلوة اللي فيك وانت تتعلم مني الحاجة الحلوة اللي فيك وبكده إنا جعلناكم يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال لي تعاونوا معناه احنا يعني ايه نمبذ واحدة مش محجبة يعني ايه يعني يعني احنا نمبذ واحدة من صلاش الفجر النهاردة ما هو ترك الصلاة يقينا بإجماع الأمة أكبر طبعا من ترك الحجاب حجاب فرض وطركه إثم وذنب بس ترك الصلاة ترك ركن من أركان الإسلام طب ما احنا ممكن يكون جزء من الكرام اللي بيسمعون بلايك ما بيصلوش أصلا او ما صلاش الفجر النهاردة متعمد وما زبطش المنبه ومتعمد وما صلاش فرض تاني متعمد وبنحاول وبنقرب من بعض وبنساعد بعض وبنفكر بعض غابة قابل ربنا واحنا بنحاول فننبذ واحنا مش محجبة الأتيتيود ده هذا السلوك مش صاحب السؤال أو صاحبة السؤال كمع السلوك السلوك فيه منتهى الكبر والاستعلاء فيه منتهى الكبر والاستعلاء وأنا صاحبة أو صاحب السؤال الصادق دايما باستمرار وأنت بتفكر كده وأشكرك أنك أنك سامحالي أو أنك سامحالي أتكلم برحدي كأخ ليك يعني صغير أو كبير مش عارف السن يعني لو حضرتك اللي مش محجبة تتمني إيه أتمنى أتمنى أبقى عادي مش حاجة إن شاء الله بكرة أتحجي بودعولي ولي حاجة بنيوبان ربنا وربنا يقدرني إن شاء الله و بس وجماعة فيه يا جماعة هو ده أمنية كل واحدة ما أخذتش خطوة الحجاب فلو حضرتك مش محجبة تتمني كده مش تقولي الناس تنبذني وتبعدني عشان لا إيه يا جماعة فربنا ياخد بأيدينا ويبعدنا عندك وشكرا على هذا السؤال الصادق ما عقاب اللي بيتكلم على جاره بسوء أو جارته وبيئذي جيرانه قال صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قلنا خاب وخسر يا رسول الله من قال من لا يأمن جاره بوائقه البوائق سوء الأخلاق لو جاري مش آمن مني بغتابه فهو مش في أمان ولما بيمشي بتكلم عليه في ظهره بواس صمعته بقع بينه بين الناس بأخد حقوقه ومش عارف في الراكنة اللي احنا متفقين عليها ولا في الأشياء اللي بين الجيران بأعلي صوت الكاسد بتاعي وعايزي ننفع أوقات مش مسموح بيها وطلع الصوت بره شقة بشكل مش كويس أي أن كان حتى لو بالقرآن ده في نهي إن احنا نعلي صوتنا بالقرآن في المسجد حتى لا نشوش على القارئين على بعض فطبعا ده من ضعف 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 الإيمان الله أعلم ممكن نصيحة للعلاج من الكتامين مع ضعف القدرة المادية الكتامين مخدر تيران بيضاف للحشيش بيضمر الخلايا المخ مع سجارة الحشيش نلجأ لمتخصص في علاج الإدمان وتروح تقول لهم إن أنا ما عايش فلوس وفيه كرام كتير جدا جدا ليعالجوا من غير فلوس ممكن تدينا ذكر معين نواظب عليه لنخرج من سجن أفكارنا المؤذية بالإضافة للحوقلة يعني يقول لنا ذكر غير لا حاوله ولا قوة إلا بالله اللي عايز يعني يحمي نفسه من الأوفرثينكينج جنب أشياء تانية بتتعامل بيقول من ألف لتلات تلاف مرة لا إله إلا الله في اليوم من ألف لتلات تلاف مرة والله أعلم خلصنا شوفكم مرة الجاية السابت الجاية على خير إن شاء الله عايز أفكركم تتابعوا سلسلة الطريق سلسلة طلب العلم الشرعي وتدريس العلم الشرعي اللي بنزلها الساعة تسعة يوم الحد اللي فيها دراسة العقيدة والشمائل المحمدية التعرف على سيدنا النباة والسلام والفقه على المذاهب الأربعة والأخلاق وتسجية النفس تابعوها ويارب يكون فيها نفع إن شاء الله يلا السلام عليكم بسم الله